السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع اسمه اليوم الفايف. ده بيقدر عملها فيديوهات رائعة جدا. خلينا نقول له نيو فيديو ونشوف الطريقة. طيب بيقول لي create video consistently for a brand create video for specific project create a single video. طيب خلينا نقول له براند. فبيبدأ بقى يوريني الفيديوهات اللي موجودة ممكن اي واحد فيهم تاخده وتعدل فيه لحد ما توصل للمنتج بتاعك. يعني مسلا ممكن تختار ايه مسلا نختار ده مسلا اهو. فبيبديك ال preview اهو. طيب انت بيشوف الشكل بقى انت عايزو بأني واحد فيهم اني معس. وليكن مسلا دوت واقل له use this template. هو 17 ثانية. بيقول لك اختار عايز تبدأ ازاي. بيقول لك فيه ان انت text to media AI voiceover يديله text ويبدأ ان هو يحول لك لصوت. وبعد كده فيديو voiceover بس. ويبتك نجاهد. يعني ليك كذا طريقة ان انت تبدأ تعمل الفيديوهات فيها. طيب الفيديو بتاعك عن ايه? ولي يقوم مسلا عن غزة. على فكرة لو اديته حاجة بالعربي ممكن لك ان الانجليز عنده بيكون افضل لان هو اصلا بيترجم. بيقول لك اكتب بقى ال reference script. طيب ممكن تكون انت عايز تكتب script فانا هعمل ايه? تعالا نروح لشات جي بيتي اخليه هو لكن في الاول في الاخر انا لا بقود يعني هو بيكتب لي او بيساعدني لكن انا في الاول في الاخر ليه الرأي يعني هو ممكن يقول كلمة مش عاجبني فاقول له خلاص. فاقول له ايه? write script about غزة. ويندوز انتر. فهو بقى بيعمل لك بقى السنيريوهات وبقى الحاجات دي كلها. ممكن انت بقى تاخد الكلام ده كله كوي بست وتبدأ تخليه يعطي. ويقرأ كويس. عشان لو في ايه كلمة غلط. احنا اللي متحمل بسريطة. ممكن تضيف جملة كتيرة جدا. طيب. بيقول له ضيف بواحد كمان طيب. واحد دقيقة لكن انت لو عايز تتغير وتزود بفلوس. تمام? واحد دقيقة ده الهوب التمنيات. فاقول له ابدأ. فبدأ يعمل لي هيدي اهي كاملة. واقول له حاولها لي بقى الفيديو. ونشوف الفيديو اللي هتلع لها. خلي بقى هنا بقى الميديا. ممكن مثلا في فيديو معين تبدأ تسحبه وتحطه هنا. عندك جائف كتير عندك upload يعني مش هتقعد تلف. عشان تعمل فيديو بتاعك. هو مديك ايكونات مديك حاجة خاصة بالفويس. تقدر تحمل فويس وتبدل بالصوت اللي هنا. ممكن تحمل الميوزيك. ممكن style format. تغير الفورمات اللي موجود زي ما انت عايز. هايغفر عليك وقت كتير ان شاء الله. وده كل ده في النسخة المجانية. يعني نسخة الفلوس. بيديك وقت اطول. طيب هو عمل لنا هول حاجات هوت. يعني بدأ ياخد الجملة وبدأ يعمل منها فيديوهات. خلينا نسايف وبعد كان نقول له preview وبعد كان نقول له publish. سايف عشان لو حصل قدر رأي حاجة الفيديو يكون موجود. تمام ده مثل الفيديو ده مثل. عايز بقى تبدأ تمشوره. هتقول له publish. وممكن نتعمل كل واحدة فيهم. ممكن تبدل منهم. ممكن تغير الالوان. ممكن تزود عدد ثواني. تقدر تعمل الفيديوهات اللي انت عايزها. جارة بقى اي موضوع تعاليمي مسلا عايز تعمل موضوع عن عن صلاة اكتوبر عن مصر عن اي دولة انت عايزها. بيشمعنا ان هو عمل فيديو بالذكرة سمعه ان هو صح. لا ازم تعمل تشيك وتتأكد منه. عشان لو في اي غلطة انت اللي تحملها. لما قلت له publish دخلني في الصفحة ديت. بيقولي ان هو بتعمل render. ان هو بتعمل render وبعد كان تقدر ان انت تعمل له download او تنسخ اللينك وتبعته للنس. لكن في كزا ادنس موجودة لو في فيديو عندك مش قادر يتحمل. في كزا ادنس بس طبعه جوال كروم بتحمل لك الفيديوهات اللي انت عايز. يعني خش في الادنس وقول له download فيديو هتلاحك كتير جدا لو الفيديو مش راد يتحمل معك. ماشي? طيب ممكن تقول له هو لسه بتحمل يعني انا بتكلم عموما يعني لكن الموقع ده بيديك امكانية للتحميل. هتدوس على download هتحمل معك بدون يمشي خالص. تمام? وممكن تترجم الفيديو ده لكزا لغة يعني هو مكتوب انا بالانجليزي. ترجمه للعربي ترجمه لأي حاجة خالص. وكان فيه زرارة في الفيس اوفر. يبدأ يبساكل الكلام ده ويعمل لك بسطط فيها. تمام? فهتلاحك كتيرة ممتازة جدا تقدر تتحسن بيها جوتة الفيديو. ماشي? تقدر تعمله download تقدر تشوف الترانسكريبت ممكن تخليه ينتقل الكلام. ودي وظيفة يعني بتدفع مرتب ناس عشان يعمل لك الخاصة دي بقت موجودة في الموقع.